السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وراحب بكم معي في محاضرة من محاضرات سلسلة حد طريقك واعرف هدفك اللي بتتبنيها اكاديمية جي اف اكس اكاديمية. ان شاء الله في المحاضرة دي هنتكلم على المحاضرة اللي فاتة اللي هكونا اتكلمنا على في المحاضرة دي انا هتكلم على طريقك العالم. ناس كتير جدا 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 ما تستغربوش لو قلت لكم ان ناس كتير جدا ما تعرفش اصلا ان سينما فوردي هو برنامج سري دي. قدش يضحك فعلا كده. في ناس فعلا بتكلمني في التليفون بتقول لي طب اه انا هاخد سينما فوردي وبعدين اخد برنامج سري دي ايه تاني معاه? يعني الموضوع مش موضوع ان البرنامج مسلا دعمه العربي قليل او ما انتشرش في وطن العرب زي الماكس. لا دا الموضوع كمان اخطر من كده ان في ناس اصلا متعرفش تعرف ان فيه سينما فوردي بس متعرفش اصلا ان هو برنامج سري دي. فدي مشكلة برنامج سينما فوردي هو برنامج سري دي يعني برنامج بيعمل موديلز خامات اضاءة اناميشن اي حاجة بيعملها اي برنامج سري دي. اذا في التخصصية برنامج زي السينما زي زي كل العائلة دي عبارة عن برامج سري دي. لكن هاخد ايه منهم ده بيتوقف على ايه اللي انت عايز تشتغله وايه اللي انت عايز تعمله. على سبيل المسال انا لو هاخد انا لو راجل شغال مهندس راجل معماري شغال مهندس. توماتيك على طول هروح لبرنامج الماكس. ليه برنامج الماكس آآ مؤهلاته آآ 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 انا مشتغلتش عليه بس اللي باشوفه مؤهلاته مميزاته امكانياته التولز اللي موجودة فيه. بتأهلني او ادواته بتأهلني ان انا اشتغل شغل المعماري سواء كان او آآ آآ انتيريور كويس. واحد يقولي يعني كوني البرنامج اللي انت قلتها دي ما تعملش الكلام ده. لأ تعمل الكلام. لكن آآ زي ما قلت طولز الماكس قوية جدا في المجال ده. طبعا انا مش بحصر ان الماكس هو ما بيعملش اللي كده. لأ انا اقصد في مجالات الشغل الدرجة عندنا. هو معروف اوي الماكس في شغل المعماري سواء كان او انتيريور. يعني سواء كان خارجي او داخلي. لان طريقته في الشغل والتولز بتاعته وتكامله بعد برنامج زي بيأهلوه ان هو يطلع الشغل عن اي برنامج تاني. ادي حاجة. طيب انا راجل مليش في المعماري. راجل ليه مسلا في الكراكتر انيميشن. بحرك شخصيات. تحريك الشخصيات ده برضو اي برنامج سري دي يعملوه. لكن لو جينا نبص لانه اقوى برنامج امش اقوى يعني يعني اه 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 برامج السري دي اللي فيها قوية جدا في الموضوع ده هنلاقي الماكس والمايا. اه في ديزاينرز بتقول ان المايا قوي 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 عن الماكس في موضوع تحريك الشخصيات. وفي ناس بتقول الماكس اقوى. ان كان ده او ده فلو انت هتخش تحريك شخصيات يبقى هتاخد ماكس او هتاخد المايا. ادي الموضوع. السنة ما ما يقدرش لا يقدر ويقدر بقوة كمان على فكرة لكن الريادة في موضوع الكراكتر انيميشن في الماكس والمايا. طيب. انا واحد لغاوي ده ولغاوي ده. واحد شغال مودلينج. بحب اعمل مودلز. بعمل مودلز وازهرها ده كله. في الحالة دي بقى اي برنامج سري دي خده. لان كل برامج سري دي فيشغل بالزات. وحدة. كل برامج بشغل بزات. واحدة. اي نعم بتختلف الطريقة تختلف الاداة. لكن في الاخر هي واحدة. اللي بتعمل هنا بيتعمل هنا. بتعمل هنا بتعمل هنا. تمام? ده بالنسبة لمجال المودلنج. طبعا ما جاء المودلنج مع الماتريالز والايتم والكلام ده كل. فالسهولة في انك انت تجرب هجرب اعمل على الماكس. نفس المودل جرب يعمله على سينما. نفس المودل جرب يعمله على ماية. طبعا تعمله بخيماته بقضاءته بكل حاجة. وشوف. والله لا اسهل لك اشتغل فيه. انما ما قدرش اقول لك خش في سينما واسيبك من ماكس خش في ماكس سيبك من ماية. لا. في المودلنج بالزات جرب هنا بخيمات وضاءة. في سينما نفس المودل بخيمات وضاءة. ماية نفس المودل بخيمات وضاءة. تمام? اه بلندر نفس المودل بخيمات. ده لو انت بتعرض تشتغل يعني على بلندر نفس المودل بخيمات وضاءة. وشوف والله الاسهل لك اللي انت لقيت نفسك قبله ويدك ماشي فيه. كمل فيه. ده بالنسبة للمجال زي المودلنج. الانيميشن زيه. الانيميشن زيه. لو انا بقى واحد مش غوي كله الكصص دي. وغوي ان انا اشتغل شغل موشن جرافيكس. انا مش هقولك ماكسيموية بلندر لا. سيبك ما الكلام ده كله رمي بمعنى الكلمة ارمي. وعينك على السينما فوردي. ده ما فيش فيه فصال لا فيه فصال ولا فيه كلام الموضوع ده. موشن جرافيكس على طول سينما فوردي. ليه بقى? اولا سينما فوردي التولز اللي موجودة فيه والامكانيات اللي موجودة فيه في مجال الميديا مش موجودة في اي برنامج جرافيكس تاني. ولو اتعاملت يعني لو ان تجربت تعمل حاجة بالماكس بالسينما. تعمل هي هيها بالماكس. لا يمكن تطلع بنفس الكواليتي. وان طلعت يبقى لو خدت في السينما مننا خمس دقايق هتاخد منك في الماكس ساعة. يعني ده 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 ما فيش في الدنيا شغال موشن جرافيكس بالماكس. الا من رحم ربي. كتلاقي من وسط كل من وسط مية اتنين. واحد. تمام? اللي عايز تأكد من كلامي خش على موكو حسين فيرستي. تمام? وهات كل ديزينر زالي فيه. كله شغال سينما. تمام? كله في الموشن جرافيكس شغال سينما. ليه? مش معنى? هو البرامج التانية وحشة. لا مش وحشة. بس بس سينما في شوية موديولات كده. موكراف. سيبريسو. الهير سيستم بتاعه فضيع. البرتكل سيستم بتاعه قوي جدا. خصوصا تينكينج برتكلز اللي فيه. تمام? موديول الديناميكس اللي فيه مش موجود في اي برنامج تاني اللي يمكن يضاهي شوية الديناميكس اللي في المايا. يضاهي شوية الديناميكس اللي في المايا. لان فيه قصور في المايا انت بتعوضه بالمايا آآ بالمايا سكريبتنج. شغل السكريبتنج في المايا. في السينما ما فيش الكلام. بالعكس انت ممكن تزود على الديناميك انجين بالاكس بريسو. تمام? فايزا سينما مؤهلات والتولز وعلى فكرة اه وده عن ماكسون مش انا اللي جايب ولا انا اللي بقلفه سينما اصلا معمول عشان الموشن جرافكس بدليل ان هما بيهتموا جدا 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 بشغل او في التكامل بين سينما فور دي وافتر افكت او سينما فور دي وفيوجن او سينما فور دي وكمباشن بيهتموا جدا بالحتة دي حتة الورك فلو بين برنامج السينما وبرامج الايه المختلفة ده بالنسبة لكلام سريع طبعا اخوي يا سيد وليدي المعداوي اتعرض للفرق بين برامج او اتكلم في موضوع الفرق بين برامج في محاضرة جميلة جدا موجودة في قسم المحاضرات لو انا وردتها لكم كده في محاضرات فريق العمل لو دخلت فيها هتلاقي السلسلة اللي احنا عملناها اللي هي سلسلة تحدد هدفك واعرف طريقك لو اخلت عليها استكمالا للمحاضرة دي لو عايز تستزيد هتلاقي في محاضرة اسمها طريقك لدخول عالم في مقارنة بسيطة بين مايا وماكس كده تمام ده لو انت عايز تستزيد في الموضوع ده ده بالنسبة ليه عايز اخش في ايه اخد ايه طيب عايز اخش في مجال الفي اف اكس من برامج السري دي اللي ينفعني اللي ينفعني اللي ينفعك ماكس وسيني مفروض طب ماكس هينفعني في ايه ماكس هينفعك في المؤسرات بتاعت خصوصا مؤسرات الفاير لان البلاجن بتاع افتر بيرن وفيوم فيه رهيب جدا 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 يضاهي ده لسه نازل جديد على فكرة في سينما فور دي بلاجن التربيولنس اف دي ان شاء الله بازن الله هنعمل له كورس منفصل البلاجن ده لوحده لان البلاجن ده بالزبط زي الفيوم في الماكس واحد يقول لي لا ده انت ناسي الماكس عندك ري فاير هقول لك ما انت اصلا شغل الري فاير والفوليوم بريكر وكل القصص اللي في الماكس دي اللي هي المفروض بتنزله ببلاجن في سينما فور دي موجودة بيدفولت من غير بلاجن هتقول لي لا موجودة ببلاجن اللي هو بلاجن اكسي بلود اقول لك اساسا اكسي بلود ايم على فكرة وهو اصلا مش بلاجن انت ممكن تعمله بيدك يعني لو انت خلوها في درس خلوها بدرس تمام يعني من الاخر بلاجنز السينما ما هي الا اختصار لشوية خطوات ما هي الا اختصار لشوية خطوات وان شاء الله يعني بازن الله في درس قريب جدا ازاي انت تعمل كاميرا في السينما انت تعمل كاميرا يعني تعمل كاميرا ممكن تسلفها الواحد يشتغل بيه ان شاء الله ربنا سهل وحين ربنا ونعمل الدرس ده. نرجع يعني نرجع لما رجوعنا عشان ما انتهش. ازاي اخش سينما? ازاي اخش سينما? في سينما انا مش هقول لك حد انت عايز من الاول. ليه? لاني هقول لك خش شوف البرنامج الاول وبعد ما تشوفه حد انت عايزي. طيب ازاي اخش اشوف البرنامج? الاول عندنا في قسم المحاضرات الخاصة بيه في سبع محاضرات لتعلم السينما فردي. المحاضرات دي كانت موجودة في شهر رمضان اللي قبل اللي فات. كانت مع اكاديمية الجودة من اجلك. وكانت في بعضها كان معنا. لا يا ربي دا كانت اونلاين. ايام ما كنا شغالين محاضرات اونلاين. المحاضرات دي انا تعرضت فيها لحاجات كتيرة جدا في السينما فردي من اول الانترفيس. من اول يعني ايه انترفيس? تمام? طبعا ادي ان محاضرات كلها بالترتيب. من ترتيب الدكتورة فاطمة السيد. ربنا اجزاكم الخير يا رب ان كان الحساب دا ضايع فعلا من من على بليب. ففيه من اول الانترفيس. وفي الاخر انتهينا بتطبيق خاص بم بي سي. المحاضرات دي هتعرفك البيزيكس فعة الموديلينج. اه معلومات كتيرة جدا في الخيمات والاضاءات. معلومات في في التكامل بين السينما وبين الافتر. يعني بداية تدرطوا عليها في السينما فردي. اللي هو انا عايز اعرف البرنامج عشان ابدأ اخش اشتغل فيه. السبع محاضرات دول كنت عملت انا كمالة للسبع محاضرات دول موجودين في نفس القسم بتاع المحاضرات لو هتنزل تحت. طبعا كل دي ورش سينما على افتر. تمام بس ما تخشش فيها الا لما تاخد. السبع محاضرات دول معاهم في الصفحة التانية هتلاقي في محاضرات السينما فوردي اونلاين دي. المحاضرات دي كانت استكمال للمحاضرات اللي انا لقلت لكم عليها. في عندك الالي التالتة الرابعة الخمسة الستة السبعة. تمام? اعتقد في المحاضرة الاولى موجودة هنا. على كل حال السبعة دول مع يعني حوالي هم اتناشر اه محاضرة. انا شرح فيهم حاجات كتير جدا في السينما بالتفصيل للناس اللي اول مرة تعرف يعني ايه كلمة سينما فوردي. زي ما قلت في اول محاضرة في ناس والله العظيمة كانت تعرف ان سينما فوردي اصلا برنامج سري دي. تمام? فدي بدايتك لسينما فوردي. بعد كده هتروح فين? نفس القصة في الافتر. بعد كده عايز تطلع على الكورسات المتخصصة المدفوعة في مركزنا التعليمي برضو هرجع اقول انها بقجر رمزي. هتلاقي فيه او المؤثرات الخاصة في سينما فوردي وده كورسة خاصة بالديناميكس والمجراف او سينما فوردي الميجا ترينج وده كورسة خاص بالسينما فوردي الجنرال. يعني برضو هنجيب من اول انترفيس لحد ما ننتهي ببروجيكت تطبيقها. تقول لي الفرق بين ده ايه? واللي فات ايه? هقول لك ارجع للمحاضرة بتاع الافتر الفيكتون تعرف الفرق بين الكورسات المدفوعة وبين الكورسات اللي احنا بننزلها مجانا. مستوى دي عالي مستوى دي اعلى. تمام? يعني مش معها بنزل مجانا بنزل حاجات ايه كلام? لا. الحمد لله في فضل الله المجاني عندنا بوضاهي اقصى حاجة في المدفوع في آآ سنترات تانية او في اكاديميات تانية. ده اذا كان موجود عندهم المحتوى ده اصلا خصوصا في سينما فوردي. بعد كده في كورس اللي هو ده لسه قايد التسجيل كان المفروض ان هو يتاخد لايف هو عملا بيتاخد خاص لكن هو قايد آآ التسجيل. في ورش مجانية برا. الورش دي متدرجة في الصعوبة. تمام? يعني في ورش خاصة بسينما لوحدها. في ورش خاصة بسينما مع افتر. تمام? بالمنظر ده انت بدأت بداية سريعة. بعد كده هتبص على الحاجات المجانية هتلاقي فيه معلومات اعلى معلومات اكتر. احتاجت انك انت تزود او انك انت تعلى بالمستوى في الكورسات اللي في المركز آآ التعليمي. عندك طبعا في الحاجات الاجنبية فيه آآ جوريلا وفيك برضو موقع من المواقع القوية جدا في شغل السينما حتى مع الافتر. غير كده في حاجات كتيرة جدا 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 جدا. ده كده باختصار. اخش سينما ازاي? ابدأه منين? مفيش حاجة اسمها انتهي فين? انتهي فين دي معنى كده ان انت راجل خيالك وقف انتهى. كونك انك انت بالمناسبة فيه كلمة شاععة جدا واحد يجي يقول لك ايه? انا قفلت برنامج السينما. ساعة ما واحد يقول لك كلمة زي دي يقول له طب اقعد في بيتكو. ليه اقعد في بيتكو? لانك انت لما قلتلي انك قفلت برنامج يبقى انت خلاص انت مخك وقف. ما هو انت ما هو ما فيش برنامج له نهاية. نهاية اي برنامج هو نهاية خيال المصمم. نهاية اي برنامج هو نهاية خيال المصمم. طالما انت قلت انا انهيت برنامج او قفلت برنامج خلاص انت خيالك وقف انت خلاص راجل ما عندكش. خيال. بمناسبة الخيال والافكار. واحد يقول لي انا ازاي اجيب افكار اجيب افكار ازاي? انا بقعد مش لاقي فكرة. هقول لك. خش على تعالوا نعملها عملية. خلاص. لو احنا كنا داخلنا على تمام? هنخش على اكتب مسلا هنا كلمة اكتب كلمة فضل. كل دي افكار. كل دي طبعا نسيبك من ده. محل هنا. كل دي عبارة عن طيب ما جابت لكش حاجات كويسة. ماشي. دهر بكلمة اظن ما شاء الله. تمام? ماشي. اه دي كلمة كل الكلام دي كل الكلام ده افكار. هتخش مسلا في حاجزة بتاعت الجزيرة دي هتلاقي على الشمال هنا حاجات انقح منها مئة مرة طيب. اه دي ممكن اضرب كلمة كوم مرشيل. كوم مرشيل تجاري. تمام? اه بلاش اضرب كوم مرشيل برومو. تمام? كوم مرشيل برومو. هتجيب بقى حاجات كتيرة جدا. طيب. ادي كوم مرشيل وادي اويدنت وادي برومو ودي كلمة انترو. تمام? انترو هات كتيرة جدا 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 جدا. طيب. اه في ايه كمان? كده في اوبينار في برومو في انترو. طبعا دقيت لو دخلت على اي واحدة من دول هتلاقي على الشمال حاجات كتيرة جدا 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 جدا. في حاجة مشهورة جدا على فكرة. اللي هو دوري كرة القدم الامريكي. اللي هو ان اف ال. اكتبها بس وما تكتبش جنبها حاجة. يعني انا مش عايز اقول لكم الراجل اللي عامل الانترو هات دي بصراحة مفتري. يعني فيها كمية. يعني لو جاء كتبنا ان اف ال. اه جرافيكس. اهو. كمية بروموهاد زي ما تقولوا. طيب. كده خلصنا من يوتيوب. ما تيجو نخش ايه لحاج جوجل. وآه تعالوا مروح نكتب آآ. شركة جيانت اكتبس. لو ضغطت على. مش هتطلع من الموقع. شركة. ما شاء الله الله مصلى على نبع لشغالين فيها. لو روحنا. في آآ الوركس بتاعتهم. ادي جديدة. تمام قلب بقى انت عبد قلب كل الكلام ده تنزله ده هتاخد كمية افكار للسنة الجاية تاخد كمية افكار للسنة الجاية تاخد حركة من هنا على مش عارف منين على منين على منين مرة في مرة في مرة خلاص مش هتحتاج تبصي المواقع دي تمام ده ما شاء الله ده ده انا كنت لسه على الموقع ده على فكرة مفيش من اسبوعين لحق عملوا ده كله ده كله جديد يا الله خير المهم ادي نمازج ده الافكار ده مش كده وبس لا تعالوا نروح مثلا ذا اويدنت جالري ده بقى متهائل ما فيش قنامش موجود عليه ادي الافلام كل دي بتاعت الافلام ادي لتشانل فور وسيفن ومش عارف ومين 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 ادي البي بي سي وادي تشانل فايف وادي سكاي نيوز على فكرة كل ما تخش في واحدة من دول هيجي لك الايدنت بتاع القناة كلها يعني لو رحنا مين 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 فين سي بي سي انا شاركوا تساف سي بي اس لا سي بي سي بتاعت ناحنا لو قلنا مسلا ايه كارنت ايدنس خش هنا دول كلهم ينزلوا اهو خلاص هنا وقط شو هنا ده تنزل ايدن تقولوا يعني كده ملكوش حجة موقعين ممكن تقعد فيهم تلات سنين عما تنزلوا حاجات اللي فيهم وتستفيدوا من الافكار اللي فيهم دي كده كان كلام سريع على ودي اللي قلت لكم الواحد بيجيب افكار ومنين من مواقع زي دي تمام كلام سريع على ازاي وليه تخش اه سينما فور دي امت خش امت مدخلش ابدأه ازاي ومش هقول لكم انتهي ازاي مفيش حاجة اسمها انتهي ازاي شكرا ليكم كان معاكم مهندس احمد ورحمان رياض من جي افكس اكاديمي اتنت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته